أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدنا في كل مكان أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم بكل هدوء في حلقة اليوم الموضوع الأبرز اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنحاول أن نتوقف عند هذه الاتفاقية عند بروتوكول الصيد البحري والمواضيع طبعا ذات الصلة ونسعد باستضافة ضيفنا الأستاذ عبدالنبي صبري أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط أهلا بك سيد عبدالنبي سعد الله مساءكم بكل خير شكرا جزيلا ضيفنا الكريم أيضا برفقتنا الخبير لاقتصاد الأستاذ خالد الشيبان أهلا بك سيد خالد مساء الخير وشكرا على الاستضافة مرحبا بك ضيفنا الكريم وفي حلقة اليوم يشارك معنا الأستاذ حفيد زهري الباحث في الدراسات السياسية والدولية أهلا بك سيد حفيد أهلا وسهلا ورحبا بك ضيفنا الكريم ويحضر معنا كذلك الأستاذ عبدالهدي مزراري الكاتب والصحفي أهلا بك سيد عبدالهدي أهلا وسهلا شكرا لكم إذن ضيفنا الكرام شكرا كذلك لمشاهدنا في كل مكان على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم بكل هدوء على قناة الأخبار المغربية الموضوع الأبرز الذي سنناقشه سيبد نبي صبري هو طبعا اتفاقية الشاركة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي طبعا اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير هذا الملف بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الدورة الخامسة عقدت طبعا اجتماعاتها وذلك في بريكسل كيف تقرؤون يعني كلكم ضيفنا للكرام بداية كل هذه المستجدات الراهنة يعني أولا شكرا لك على طرحي هذه السؤال المهم فيما يتعلق باتفاقية الشاركة بالمغرب والاتحاد الأوروبي وبالتحديد اتفاقية الصيد البحري فهي تؤثرها ضوابط القانون الدولي البحار قوانين الدولي البحار لعام 1982 في المادة 77 يعطي الحق الحصري للدول الساحلية ذات السيادة في أن تبرم اتفاقياتها الخاصة بالصيد البحري وكل أمور مرتبطة بهذا المجال ثم المسألة الأخرى الثانية هناك مادة السادسة عشر في البروتوكول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يؤكد على كل بشكل دوري يعني تقييم شامل ودوري لهذه الاتفاقية ولمجرعها التقييم دائم والدوري هو ما حدث في أشغال هذه الدورة سي بن بي صبري وعن هذا التقييم أسألك سي خليد يعني تقييم شامل لهذه الاتفاقية أو بالأحرى للبروتوكول طبعا هناك تمييز ما بين اتفاقية الشراكة وما بين البروتوكول يعني كيف نميز من الناحية القانونية ومن الناحية الإجرائية كذلك هو يعني ما يجب أن نركز عليه هو أن أولا الشراكة ما بين مغرب والتحاد الأوروبي هي شراكة استراتيجية متعددة الأوجه موضوع السيد البحري واحد من الأوجه القائمة عليها هذه الشراكة وبالتالي تجديد هذه الاتفاقية وتقييمها بطريقة دورية وتجديدها كيدخل في إطار هذه الشراكة استراتيجية اللي يمكن أن نقول هو أن الشراكة ما بين مغرب والتحاد الأوروبي لا تخطيع الجميل هو أنها لا تخضع لمنطقة الضرفية ليس مثل علاقة ما بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالعكس هي علاقة استراتيجية ممتدة في الزمن ليست ولدة لحظة لكن ممتدة في الزمن يمكن أن تتأثر ببعض التوترات ببعض الخلافات لكنها لا تتأثر في عمقها الاستراتيجية يعني هي خيار استراتيجي ممتد في الزمن ليس مرحليا طبعا ليس مرحليا هذا الشيء يفهموه المغرب ويفهموه كذلك الاتحاد الأوروبي يعرف بأن المغرب شريك لا يمكن استغناء لأنه رغم حدود توترات ورغم حدود مجموعة رغم مناورات التي يقود أخصهم من المغرب وخصهم من الوحدة التوربية للمغرب لنزع المصداقية عن جميع الاتفاقية التي يتم توقيعها بين مغرب والاتحاد الأوروبي بما فيها تقديم الاتفاقية السيد البحري لكن تقييم هذه الاتفاقية الجديدة في كل مرة يعيد الشرعية هو تأكيد على أن المغرب له سيادة على جميع أراضي على مياهه يمكن أن يوقع اتفاقيات بأرياحية ليس هناك أي مشكل يمكن للمحاكم الدولية أن تعالج جميع القضايا بكل أرياحية لأنه في الأخير لن يصحى إلا الصحيح وستكون جميع القرارات في صالح المغرب وفي صالح الشراكة الاستراتيجية من المغرب والتحاد ربما يتعلق الأمر فيما يتصل بالبروتوكول بروتوكول السيد البحري بالتنزيل إجرائي الميداني الملموس طبعا اتفاقية الشراكة تضع الفلسفة أو المحاور الكبرى لهذا التعاون الاستراتيجي ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفيما يتصل بهذا البروتوكول هو يحدد كذلك التدابير الإجرائية التي يلتزم بها الطرفان المغرب والاتحاد الأوروبي وهو موضوع التقييم طبعا بالطبيعة الحال كما أشار إلى ذلك سيد وزير الخارجية مؤخرا في تصريح هذا الأسبوع أنه قال بأن الاتفاق فهو اتفاق شراكة اتفاق سري المفعول يعني لا زال سري المفعول ما يمكن أن يناقش أو أن يغير فهو البروتوكول الخاص بهذا الاتفاق البروتوكول الأهمية دياله تتجلى في تحليل وكذلك إظهار نواة وذرات رقيقة داخل هذا الاتفاق وتوضيحها وما يراد منها من قبل سواء المغرب أو الاتحاد الأوروبي إذن البروتوكول كما قال سيد الوزير وأن المغرب الآن يتجه ليس إلى إعادة النظر فيه وإنما إلى تقييمه ومدى إيجابيته يعني تقييم مدى إيجابيته بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة كذلك للاتحاد الأوروبي وبالتالي فممكن للمغرب أن يعدل فيه مجموعة من النقاط وهذا هو محتوى هذه المحتوى هذه اللقاءات التي تجرى في بروكسل في إطار اللقاء الخامس الذي جرى نهاية هذا الأسبوع جميل أستاذ حافظ في هذا السياق دائما سي عبدالهادي مزراري يمكن أن نتحدث عن ما ورد في البيان المشترك الذي عقب اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية المعنية طبعا بتدبير هذا الملف والاتحاد الأوروبي جدد التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لهذا الملف وقال بأنه يريد أن تستمر الشراكة المغربية والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد مجال الصيد البحري تحديدا كيف تقرأ بداية هذه المواقف الإيجابية والمثمرة وعطفا على ما تفضل به الأساتذة الكرام في هذا الموضوع وفيما يخص بالبيان المشترك أو البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي في هذا الباب يجب أن ننظر أولا إلى أنه عبارة بالنسبة لي جوابا أو خلاصة أو نتيجة للظروف العامة التي جرت فيها المناقشات وبالتالي كذلك للظروف التي تلازمت وصادفت هذه المباحثات لا يجب أن ننسى بأن منضوع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كانت منضوع جدال ونقاش ويمكن اعتبارها من جانب آخر كان شكلت باب النافذة للمساومة المغرب في حقوقه في مجموعة من المصالح نحن نعرف بأنه في إذا تجاوزنا القراءة الدبلوماسية ودخلنا مباشرة في القراءة التحليل السياسي أن هناك كانت خصوم المغرب في داخل الاتحاد الأوروبي في جميع مؤسساته في البرلمان الأوروبي كذلك في محكمة العدل الأوروبية جرت واحد العدد من المنوشات والمنوارات لإضعاف موقف المغرب لكن الغريب الجميل في الأمر أن اتحاد الأوروبي اليوم الذي يتبحت من المغرب ليس هو اتحاد الأوروبي الأمس يمر بظروف معينة كذلك بالنسبة للمغرب مرة خاصة في السنوات الثلاث الماضية أصبح مغرب اليوم ليس هو كمغرب الأمس وأنه أحرز واحد المجموعة من التقدم عن الساحة الدبلوماسية في إطار تنوعي شركاته عبر تكتولة دولية وزينة وبالتالي قوة موقفة وهذا لاحظنا في تصريح السيد وزير الخارجية حينما قال بأن المغرب يذهب لمباحثة هذا البروتوكول ومناقشته بالتبعيم بمجموعة من الإجراءات الأخرى التي لا تقف عند الشكل التقليدي وهدف الاستدامة يعني الاستدامة كذلك هو هدف كبير في السياق تفعيل هذا البروتوكول نعم طبعا النتيجة وأنه استدامة هذا البروتوكول والاستمرار في الاتفاق الشاركة بين الطرفين بأنه خيار استراتيجي سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو بالنسبة للمملكة المغربية ولكن أعتقد بأن الأمور دخلت إلى مرحلة أخرى أكثر نوجا وأكثر استفادة وإفادة بالنسبة للمغرب جنب المغربي هدف الاستدامة يوقف ناسي عبد النبي صبري عند استدامة طبعا الموارد البحرية في المنطقة وتوظيف البحث العلمي والتقني والتكنولوجي لاستدامة هذه الموارد البحرية يعني هناك هذا البعد كذلك بعد التنمية المستدامة الممتدة في الزمن التي تحافظ على الموارد البحرية والتي تعود بالنفع على الطرفين المغرب وكذلك الاتحاد الأوروبي هو بطبيعة الحال كما قال الأساسي دا وكما قال السعب الهادي عنصر الاستدامة واضح في المسألة على مستوين على مستوى الموارد وعلى مستوى المرضودية المغرب بأرض الموارد في بحره الأوروبيين يحققون المرضودية من هذه الموارد في القانون الدولي البحار واضح على هذه المسألة هناك أمور يجبوا احترامه احترام البيئة البحرية احترام الراحة البيولوجية احترام كافة الأمور التي تجعل اسمك تولده خاصة المملكة المغربية يعني أخصب منطقة للصيد في العالم هي المنطقة التي توجد يعني جنوب مدينة أسهفي إلى مدينة الداخل هذه أخصب منطقة للصيد في العالم وهذه المنطقات تلتقي في التيارة دي المياه الدافئة مع المياه الباردة وتعطي واحد القوة دي لتولد اسمك باحد الوثيرة يعني منقطعة ناظر ولهذا السبب فهذا المغربية يركز دائما على الحفاظ على الراحة البيولوجيات يعني الناس هذه المواريد التي يحصل على المغرب من الاتحاد الأوروبي هي مواريد تخصص لهذا المجال البحث العلمي البحث تقلي لأن مغرب حبار الله بهذا البحر يعني بحرين يعني الموحيد الطلسي والبحر الأبيض المتوسط حان الوقت الذي كنا نضيف البحر من أجل أن نطعم المواريد دي للدولة ونحصل على مواريد أكثر وأكبر ولا شك بأن هذا البروتوكول الإضافي الجديد سيأخذ بعيد الاعتبار هذه المتطلبات للبحث العلمي أولان تنمية مستدامة لأن هذا فيه ليس فقط حقوق أجيال الحالية حتى حقوق أجيال مستقبلية حتى أولئك الذين لم يولدوا بعد وهذا هو التنمية الهدفة التي تسائلها يعني العالم والأمم المتحدة وغيرها وربما السياق التنموي الذي تندرج فيه هذه الشاركة سيخاليد هو ما يسمى بالاقتصاد الأزرق يعني حتى هذه الاتفاقية والبروتوكول نفسه يريد أن يدمج الفاعلين في المجال اقتصاديا يستحضر هذا الجانب البيئي وجانب استدامة الموارد البحرية اليوم ربما من الكلمات أو من المفاهيم التي رشحت إلى ساحة نقاش الاقتصادي والبيئي والإيكولوجي والتنموي وهذا المصطلح ديال الاقتصاد الأزرق والمغرب طبعا فاعل في هذا المجال لا من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا من خلال تدبيره لموارده الخاصة أكيد هنا سأشير إلى آخر تقرير البنك الدولي في هذا الموضوع حيث أكد أن المغرب يتوفر على مجال كبير يجب استغلاله فيما يخص الاقتصاد الأزرق بالتالي العادي والباديهي كما تعرف الطلبية الأستاذ وأن بنود البروتوكول ستتضمن ما يجب أن يضمن استدامة الموارد ما يجب أن يضمن مصلحة الطرفين هناك التحاد الأوروبي هناك المغرب لأن العالم يتغير لأن التكنولوجيا تتغير لأن المشاكل نفسها تتغير مع الوقت بالتالي ضرورة تقييم البروتوكول في كل مرة وضرورة إدماج بنود جديدة تحافظ على الموارد الوحرية المغرب تحافظ على مصالح الأوروبيين كذلك تضمن استدامة الموارد تتحدث كذلك في تفاصيلها عن التكنولوجيا التي يمكن استعملها التكنولوجيا الغير ممكن استعملها احترام الراحة البيولوجية ظروف العمل كذلك ظروف العمل ظروف عمل البحارين أظن أن الحكومة الإسبانية ستخطط مساعدات كذلك للصياد الإسبان بعد إبرام هذا الاتفاقية وجديدها الذي يمكن أن نقول أننا كمغربة فيما يخصنا أي اتفاقية يتم إبرامها يجب أن ننظر إلى مصلحة البلد دينا أولا وبالتالي ضمن مرضود من مواردنا البحرية ضمن تزويد سوقنا الداخلية بالمنتوجات البحرية بأتمينة في منتنوى الجميع ونحن نعيش موجة من التضخم يعني مهم هذا الموضوع أنه يتخذ معي الاعتبار من طرف المسؤولين المغربة ولكن الأهم هو كما قلت من بعد وهذا أشار إلى آخر تقرير البنك الدولي في الموضوع أن يتم توحيد الاستراتيجيات المتواجدة حاليا في المغرب لضمان نمو كافي فيما يخص استغلال موارد البحرية لما لا سياسة واحدة مندمجة يعني فيها كل طرف كل مؤسسة كل طرف ما يجب أن يفعله لضمن مصلحة المغرب واستغلاله لموارد البحرية بالطريقة المتلى التي تضمن استفادة الشعب المغربي واقتصاد الوطني من هذا اليوم في الحديث عن هذه الشراكة المغربية الأوروبية أو شراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي السحافي الصيد البحري ربما هو عنوان هو وجه من أوجه التعاون وشاركة استراتيجية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي ربما نضع الموضوع في سياقه الأعم وسياق هذا التعاون الكبير والاستراتيجي ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي أساسا المغرب طبعا مؤخرا ينوع شراكاته الاقتصادية لكن شراكة المغربي مع الاتحاد الأوروبي كيف تقرأها وكيف سيكون أفوقها في الأمد القريب مثلا أعتقد بأن العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات كما تفضل الأساسية أن علاقات استراتيجية وعلاقات مهمة جدا بالنسبة للمغرب وكذلك لبلدان الاتحاد الأوروبي أولا للموقع الاستراتيجي الذي يتميز به المغرب ثانيا للآن للدور الذي يتميزه المغرب في العلاقات الدولية على مستوى منطقة البحر المتوسط وكذلك على مستوى إفريقيا حيث الآن أصبح المغرب فاعل اقتصادي أساسي في السوق الإفريقيا وأي شارك آخر يريد الدخول إلى السوق الإفريقيا لا بد أن يمر عبر المغرب لأن المغرب أصبح الآن يمتلك قوة مالية كبيرة وهي الأبناء داخل إفريقيا مؤثرة في توجيه الاقتصاد على المستوى الإفريقي باعتبار إفريقيا سوق استهلاكية كبرى على المستوى العالمي وكذلك منطقة شاسعة من المعادن فهي إذن تحت أعين الاتحاد الأوروبي ودول العالم الأول كما يقال إذن الشركة المغربية شركة استراتيجية تشمل العديد من المجالات بما فيها ما تضمنها مجموعة من الاتفاقيات شركة ما بين المغرب الواضحة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي هناك اتفاقيات الصيد البحري هناك اتفاقيات الوضع المتقدم هناك اتفاقيات المواد الفلاحية على الخصوص هذا جعل العلاقات ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات متينة علاقات رغم كما قال الأستاذ خالد بأن رغم المنوشات رغم كل ما يحاك ضد هذه الشراكة الاستراتيجية من المغرب والتحاد الأوروبي فإننا أعتقد شخصيا أن لها مستقبل كبير لماذا؟ الآن كما قال الأستاذ قبلي وأن المغرب ليس مغرب الأمس وكذلك الاتحاد الأوروبي ليس الاتحاد الأوروبي الأمس لأن المغرب نوع كما قلت الأستاذ بأنه نوع شراكاته الآن المغرب له العديد من الامتيازات وأوراق ضغط حاليا على المستوى الاتحاد الأوروبي لاحظنا بأن هناك العديد من الدول الاتحاد الأوروبي تحاول تعميق العلاقات مع المغرب في العديد من المجالات نرى إسبانيا الآن تطوير العلاقات والذهاب إلى أبعد من ذلك لا يعني الملف مشترك لتنظيم المونديل ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال كذلك هناك العلاقات فيما يخص الطاقة المتجددة ما بين المغرب وألمانيا ونعرف أن القوة الآن الألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي كقوة ضغطة كبيرة وما يدور في فلك ألمانيا كذلك الآن هناك إيطاليا هناك هولندا بلجيكا هذه كل هذه دول الأوروبا الشرقية دول أوروبا الشرقية سابقا للآن لها تكتل كذلك اقتصادي وتحاول الآن الاستثمار في الأقالي من الجنوب يلاحظ فيما يتصل بالعلاقات المغربية الأوروبية أن المغرب يعني يرسي علاقات ثنائية مع البلدان الأوروبية ويرسي علاقات كذلك مع الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي واقتصادي علاقات أو شركات ثنائية شركات متعددة الأطراف ربما مساراني في نهاية المطاف هم راف availability يصباني في نهر واحد ونهر الشراكة الاستراتيجية المغربية والاتحاد الأوروبي كذلك نعم باللغة دبلوماسية يمكن أن أعتبر ذلك أنه يصب في الهدف الرئيسي لهذه الشراكة الاستراتيجية العامة ولكن كده دققنا في تصريح سيد وزير الخارجية وكما تفضلتم الآن في سؤالكم بأن المغرب اختار خيارين لتعزيز هذه الشراكة الخيار العلاقات التنائية وخيار العلاقات الشراكة الشاملة مع دول الاتحاد الأوروبي وهنا بالنسبة للمغرب تعامل مع الظروف المتغيرة بطريقة ذكية أنه ترك مثلا إذا ركزنا على اتفاقية سيد البحري هناك أصوات نشاز داخل الاتحاد الأوروبي وتحديدا في البرلمان كانوا يطالبون بوقف هذه الاتفاقية ويطعنون فيها ولازالت لا ما أعتقد الآن مطروحة على محكمة العدل الأوروبي رغم أن محكمة العليا في لندن قدمت نموذجا قضائيا ومرجعا قضائيا بالضرب بشكل نياء ورفض من هذه الدعاوي أقول بأن خيار العلاقات التنائية كان يفيد دول مهمة على رأسها إسبانيا مثلا في مجال السيد البحري مهم كذلك بالنسبة لألمانيا في علاقتها مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة مهم كذلك بالنسبة لهولندا في عدد من المشاريع وقد رأينا كيف استقبل المغرب الوزير الأول هولندي وتم الاتفاق على مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى إذن بشكل عام إذا أردنا أن نقول بأن المغرب ترك الباب مفتوحا للدول للصديقة داخل الاتحاد الأوروبي من أن تلج باب العلاقات الاقتصادية والتجارية معه بكل أريحية وفي نفس الوقت ويبقي يده ممدودة للاتحاد الأوروبي في إطار ما يمكن تقرره من علاقات شراكة متفقة عليها بشكل جماعي وربما ما يعطي القوة للمغرب وما يضع المغرب في موقع القوة هو أنه من الناحية الجيو استراتيجية موقعه الجيو سياسي طبعا في إفريقيا في حوض البحر الأبيض المتوسط واجهته الأطلسية كذلك قوته الناعمة حركية ودينامية دبلوماسيته أيضا صعود اقتصاده وتأثيره في العالم كله علاقاته وشركاته المبنية على الموثوقية والمصداقية كل هذه العناصر تصنع من المغرب الشريك الاستراتيجي الموثوق للاتحاد الأوروبي في هذا السياق سي عبدالبي صبري هو بكل تأكيد لأنه كان خطاب ملكي أكد مرارا على أن المغرب ينحو نحو دبلوماسية الوضوح والطموح مع الشركاء التقليديين الوضوح مع الشركاء الجدود الطموح والمغرب دائما يقوم بتقييم صدق الصدقات ونجاعة الشراكات من هذا المنطلق المغرب له وجهتين محريتين له موقع جيوستراتيجي المهم له دور في الجيو بوليزيكي الإقليمي ثم المهم الأساسي الذي جعل الأوروبيين لا بدل مع المغرب وهو أن المغرب بلد المستقر في محيط مضطرب يعني الساحل الصحراء هناك مناطق ملتهبة قابل الاشتعار في أي نحظة وأن تكون بلد مستقر في هذا المحيط المضطرب ليس بالأمر ليين مسألة أخرى أيضا وأن المغرب مع الاتحاد الأوروبي دائما يريد ألغاء المسألات المشروطية السياسية التي كانت في الماضي يعني حقيقة المغرب قام بإلغاء هذا الشرط وأصبح يتعامل مع الأوروبيين بالوضوح يعني بدون مساوة بدون تنصر من الالتزام وباستقلالي في القرارة والتالي الاتحاد الأوروبي جنوب متوسط يهمه أن يكون المغرب مظاهر لأن المغرب اليوم رائد في شمال إفريقيا على كافة المجالات وكافة المستويات ثم اتفاقية شراكة استراتيجية في الفلاحة والصيد البحري بجموعة من الأمور يتدهى في الاتجاه تدعيم المصار رابح رابح تقاسم الأهداف تقاسم وجهة النظر ثم المغرب رفع الصقف عاليا بإلغاءه المسائل التي كانت في الماضي وهو أنه تعامل مع الشركاء سواء بعلاقات تنائية أو المتعرف مع الاتحاد الأوروبي فالتفاقيات وإبرام الاتفاقيات مرتبط بمسألة أساسية واحترام لوحدة الترابية المغربين وهذا واضح وأساسي ولا جدا فيه في هذا السياق الذي نتحدث فيه سي عبد الحافظ الزهري المغرب بموقعه الاستراتيجي كما تفضل سي عبد النبي صبري ليس فقط فاعلا على سعيد القارة الإفريقية ولا في حوض البحر الأبيض المتوسط ولكن عنده واجهة أطلسية تابعنا مؤخرا الاجتماع ربما الوزاري الثالث للدول الإفريقية المطلة على الأطلسي هذا مصار جديد هذا ربما استكشاف لفرص وإمكانيات واعدة للتعاون ما بين المغرب وما بين هذه البلدان وربما كلمة السر كيفما تكلم الأستاذ هي الاقتصاد الأزرق لأن كل هذه البلدان مطلة على الأطلسي بطبيعة الحال فكما قلت في السابق أن المغرب ينوع شركاء الاقتصاديين وكذلك الشركاء السياسيين فهذا اللقاء الذي احتضنته الرباط والذي ضم أزيد من 11 أردولة مطلة على المحيط الأطلسي فهو لقاء مهم جدا سيفتح العديد من الأبواب منها أولا التنصيق السياسي ما بين هذه البلدان من أجل محاربة أولا الجريمة المنظمة وكذلك محاربة الإرهاب ومحاربة الهجرة الغير الشرعية وهذا كذلك يخدم حتى العلاقات ما بين المغرب وكذلك هو الاتحاد الأوروبي هذه الملفات الملفات الأخرى وهي الملفات للاقتصاد كما قلتها الاقتصاد الأزرق فهذه البلدان تشترك في الإطلال على المحيط الأطلسي نعرف المحيط الأطلسي ما يزخر به من ثروات سماكية ومن ثروات كذلك معدنية هذه الثروات لا زالت لم تستغل باستغلال حقيقي وكذلك وفق استغلال بيئي استغلال ليس بطريقة وحشية هذه الأمور يسعى المغرب في إطار سياسة التي أعلن عنها جلالة الملك مع الأفارقة سياسة رابح رابح المغرب كما هو قال جلالة الملك في خطابه الشهير بأديس أبابا أن المغرب جاء من أجل إفريقيا من أجل تنمية إفريقيا ليس من أجل أشياء أخرى كما يحاول تسويق أعداء الوحدة الترابية للمملكة كذلك وبالتالي فالآن المغرب يقوم بتنزيل محتوية الخطاب الملكي في علاقاته مع الدول الإفريقية في أفق يعني هيكلت هذه العلاقات وتنظيمها وربطها بالعلاقات مع الانتحاد الأوروبي وكذلك مع بقي دول أوروبي وهذا ما يعطي المصداقية سي حافظ لي الترافع المغربي من أجل إفريقيا هذا ما يجعل من المغرب هو صوت إفريقيا في المحافل والمنتديات الدولية وكذلك صوت إفريقيا هذا الاتحاد الأوروبي ولد كل هذه الكيانات والمنظمات الدولية بالعودة للموضوع البحر والصيد البحري والاقتصاد الأزرق وهذا الاجتماع للبلدان الإفريقية المطلة على الأطلسي ربما فيه مجالات الشراكة في البحر كفضاء ربما اقتصادي وتنموي كبير جدا من بينها مثلا الطاقات البحرية المتجددة والمغرب رائد في هذا المجال أكيد أكيد إذا أردنا أن نقدم الأمر بطريقة كاريكاتورية يمكن أن نقول بأن جسد المغرب يده اليومنا في أوروبا ويده اليسرى في إفريقيا ما يجعل منه البوابة هو الجسر العبور ما بين أوروبا وإفريقيا الغربية خصوصا دول إفريقيا الغربية خصوصا المطلة على المحيط الأطلسي هنا البعد الاستراتيجي قائم لأن التحاد الأوروبي يعلم بأنه يتعامل مع دولة المغرب دولة بمؤسستها لا تخضع للمزاجية دولة لها سياساتها لها سيادتها تطمح إلى علاقات ما بين أوروبا وإفريقيا مبنية على منطق ربيح ربيح لا تخلع لمنطق الخضوع أو لمنطق استعماري قديم يسعى البعض إلى إعادة فرضه المغرب يحاول أن يقدم اليوم إفريقيا كقارة لها مواردها لها تروتها لها سيادتها يجب احترامها ومن يريد أن يشتغل مع المغرب ومع الدول الإفريقية لا أقول هنا بأن المغرب يمارس وصيته على الدول الإفريقية العكس المغرب كوسيط ما بين أوروبا وإفريقيا كبوابة أوروبا يسعى إلى إقامة علاقات بمنطق ربيح ربيح الأفريقية يجب أن يستفيدوا من خيرات وتروات بلدانهم وأوروبا يجب أن تحافظ على مصالحها دون المساس بمصالح الدول الإفريقية ومصالح المغرب اليوم المغرب منصة صناعية هذا تؤكده جميع الأرقام آخر تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة يضع المغرب في مقدمة دول المغرب العربي فيما يخص جد بالاستثمارات المغرب اليوم هو البوابة التي تمر منها الشركات الأوروبية نحو إفريقيا يمكن أن يعتبر نموذجاً في التنمية بالنسبة للدول الإفريقية نمتلك اليوم من الخبرة ما يمكن أن نضعه في متناول أخواتنا في إفريقيا وهو ما نفعله من خلال تواجد المغربي اليوم في دول إفريقيا في هذا السياق ربما حركة المغرب أو حضور المغرب في أوروبا أو على الصعيد الدولي دائماً ما تحركه هذه الخلفية التنموية يعني دائماً يسعى إلى رخاء وازدهار البلد الإفريقية ورخاء المواطن الإفريقي أساساً ربما في المقاربة هو هذا ما يصدر عنه المغرب في كل هذه الشركات وهذه الخلفية التنموية وهو ازدهار المواطن الإفريقي والبلد الإفريقية طبعاً أكيد الهدف الأول هو تنمية المغرب والدول الإفريقية وكما قلت المغرب اليوم يضع رهن إشارة كل دول إفريقية خبرته مواردها نحن بكل تواضع المغرب يمتلك من الخبرة ما يمكن أن يفيد به بعض الدول الإفريقية ويفعل ذلك من خلال تواجده اليوم المغرب متواجد من خلال فروع الأبناء اليوم المغرب متواجد من خلال مكتب شريف للفسفات اليوم المغرب متواجد من خلال خطوط الملكية المغربية التي تفتح خطوط ما بين الدول الإفريقية ويمكن نحن الوحيدين الذين نفتح هذه الخطوط ما بين الدول الإفريقية وتعتبر بوابة للمرور نحو أوروبا ودول أخرى فالمغرب كما قلت كان دائما يسعى إلى شيء واحد احترام السيادة المغربية على أرادة المغربية أن لا تكون مصالح المغرب مجال للابتزاز أن تكون العلاقات مبنية على الاحترام على منطق ربح ربح وأن يحترم الجميع إفريقيا لأن المغرب لا يجب أن ننسى نحن نتحدث عن المغرب والدول الإفريقية المغرب بلد إفريقي وعندما ندافع عن دول إفريقية فنحن ندافع عن مصالح المغرب بالدرجة الأولى فكما قلت هناك مجال كبير للتنمية للنمو ليس فقط في مجال السياسات البحرية بل هناك موضوع مهم جدا هناك مشروع أنبوب الغاز ما بين نيجيريا والمغرب سيشكل حلا بالنسبة للدول الأوروبية لكنه سيشكل مجانا لتنمية الدول الإفريقية التي سيمر عبرها وهذا يرجع ناسي عبدالهاديم زراري إلى موضوعنا موضوع الشراكة الاستراتيجية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعني هي ليست شراكة ثنائية إذا صحت العبارة فقط ولكن هي شراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي المغرب كعنوان لإفريقيا يمكن هذا المشروع الكبير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب بنيجيريا ويتجه نحو أوروبا يمكن هذا يقدم النموذج العملي لهذه الإمكانيات إمكانيات الشراكة والتعاون والتنمية التي يترافع المغرب من أجلها ويعمل المغرب على تكريسها يعني في أرض الواقع أحب ذو هذه الكلمة الترافع المغرب يعني عن مصالح إفريقية في موجات الشريك الاستراتيجي والتقليدي في الوقت نفسه والأوروبي وربما أعتقد بأننا نحن دخلنا انتقلنا إلى مستوى آخر من العلاقات في ظل الظروف الراهنة لا يجب أن ننسى بأن العلاقات الإفريقية الأوروبية بشكل عام تمر بالاختبار وأن كثير من التحولات جرت وربما مئون كثيرة جرت من تحت الجسر نحن نعرف بأن الوجود الصيني في القارة الإفريقية يمكن بك من صيفة الشريك الاستراتيجي والمستثمر الأول من خارج القارة هناك أيضا قوى أخرى دولية كبرى أخذت موقعا في هذه القارة فموقع الاتحاد الأوروبي تراجع إلى الخلف في السنوات الأخيرة وهنا يجب أن نستحذر الفاعل الجديد في القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية ونحن عندما تحدثنا قبل قليل عن الاتحاد دول 11 المطلة على الأطلسي فحينما نقول الأطلسي فإننا نمد الجسر إلى القارة الأخرى المقابلة في الضفة الأطلسي من الجهة المقابلة الولايات المتحدة لا اهتمامات كبرى بالقارة لا يتعلق مجال الأمن وهذا يبين الأفق الاستراتيجي الأفق الاستراتيجي والامتداد الاستراتيجي لما نتحدث عن الواجهة الأطلسية وامتداداتها طبعا نحو القارة الأمريكية نعم بطبيعة الحالة المغرب لا يريد أن يقل الاتحاد الأوروبي من خلال هذه العلاقات ومن خلال هذا الترافع ومن خلال هذه الروح الجديدة التي ضخها المغرب في هذه القارة بأن هناك تحول جيو استراتيجي عام في هذه القارة وأن الدور لن يكون للاتحاد الأوروبي إنما فقط يريد أن ينقل الحوار إلى مستوى آخر من العقلنة وكما ورد في خطاب جلالة الملك في قمة أدي سابابا في 2017 عندما قال إفريقيا للإفريقيين يجب أن نعي بأن هناك جيل سياسي من القادة الإفريقيين الذين يفكرون بطريقة أخرى ويريدون استثمار طرواتهم قبل قليل تحدثتم عن الاقتصاد الأزرق وهذا أمر مهم وموضوع يحتاج بالواقع إلى تحليل وإلى فهم جيد لا يمكن أن نختزل الاقتصاد الأزرق في الصيد البحري الاقتصاد الأزرق هو مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي لا علاقة بالبحر الأنشطة المينائية اللوجيستيكية الموارد والطروات وكذلك السياحة البحرية فأطفن على الصيد البحري وبتالي أقول بأن المغرب يفكر في اتجاه عقلنة واستراتيجية هذه الموارد بتعاون مع دول كبرى في العالم ضمنها الاتحاد الأوروبي لما للولايات المتحدة لما للصين لما للقوى الأخرى وهنا أعتبر بأن من واقع الحل وبكل افتخار وتواضع نقول بأن المغرب يشكل قاطرة في هذا المدموع نعم قاطرة وتحدث الأستاذ كذلك في هذا السياق عن الخبرة المغربية في هذه المجالات المجالات المتصلة طبعا بالصيد البحري بالمجالات التقنية والتكنولوجيا وفي الكثير طبعا من الحقول المعرفية والتقنية تقسموها المغرب كما قال الأستاذ يعني بكل أريحية بكل محبة بكل إقبال على الأصدقاء والأشقاء في القارة الإفريقية ربما كذلك هذا ملمح من ملامح القوة المغربية وهو أنه يذهب نحو الآخر ويقدم تجربته وخبرته ويتقاسمها بكل محبة يعني هو بكل تأكيد لأن عندما قال المغفور الحسنتين طيب الله وتعالى بأن المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغسنة في أوروبا وكان يرمز إلى هذه العلاقة الأوروبية بين الشمار بالجنوب تكون علاقة تبدلية أن تكون نجاحات التي حقى المغريب في العمو الإفريقي وخاصة بعد العودة إلى الاتحار الإفريقي لأنه كان من دولة مؤسسة عود مؤسس لمعنظمة الوحدة الإفريقية وعاد المغرب إلى الاتحار الإفريقي هناك مؤشرات تدل على القوة الناعمة التي أصبح المغرب يتوفر على الاختراقات التي حققها داخل القر الإفريقي بسألة ثانية خمسين زيارة أكثر من خمسين زيارة ملكية يعني في ضرف قلمة 24 سنة هذا تحول مفصلي كبير جداً على المستوى الاتفاقيات التي أبرم على المغرب مع الأفريقية تفوق ألف ومئتين وخمس وسبعين اتفاقية إلى قرن بالاتفاقية التي أبرم على المغرب منذ استقلال إلى أواخر القرن ماضي فهي تفوق ذلك بكثير مسألة أساسية أخرى وأنه وضوء المغرب في أفريقيا والاستثمارات التي حققها المغرب في أفريقيا عن طريق مؤسساته العمومية عن طريق السياسات المينائية استفادة أفريقيا من السياسات المينائية محاربة الصيد يعني غير المشروع إلى غداليك الحضور على المستوى واتصالة المغرب مجمع الشريف وصفات أسميدا السياسة الغدائية وتموى المسائلة للدواء كورونا اكدت بالموص وبينت بأن المغرب صراحة له سياسة فاعلة في الجوار له سياسة تضامنية وله سياسة أطلسية ومتوسطية واضحة لأنه يتعامل من أفارق والأفارق يدركون إدراكا تاما بأن المغرب أدرك محيطة ويتعامل معهم يعني بالقيم المشتركة يعني في مسائل ليس فقط في السياسة المينائية هناك المصالح وهناك القيم كذلك تماما المغرب دائما يوازن في علاقته بين المصالح وبين القيم وهذا هو الذي يعني أربع كحسابات بعض الشركاء التقليديين الذين كانوا ليبحثون إلا على الموارد لأن أفريقيا حقيقة هي قارة الموارد ولكن الغريب أن المرضوذية غائبة في أفريقيا والمغرب أكد من خلال خطاب يعني أدي ساببا بأن الأفريقيا يجب أن تطيق في أفريقيا وهت تحرك الذي نهج المغرب وليجعل الصين القيمة الصينية الأفريقية الهند أفريقيا أمريكا أفريقيا أوروبا أفريقيا نبرازي أفريقيا كثير من الدول يوم سواء صوت إفريقيا عن طريق المملكة المغربية لأنه شريف فاعل وموثوق به ويتميز بالمحيط بالفعالية في دبلوماسية المغرب متقلة من دبلوماسية الوسائل إلى دبلوماسية الأهداف وتحقيق الأهداف في كافة المجال وصوت المغرب وصوت سعب الحافيض صوت إفريقيا أقول وصلا بفضل الترافع المغربي كما قال الأستاذ يعني إفريقيا طبعا هي زاخرة بالإمكانيات إفريقيا مزدهرة هو هذا حلم كل الأفارقة إفريقيا تمتلك من المقاومات ما يجعلها كما يقول العديد من الاقتصاديين هي قارة المستقبل المغرب يدرك هذا البعد الاستراتيجي الممتد في الزمن ويحاول أن يوظفه لمصلحة إفريقيا ولمصلحة الأفارقة لمصلحته طبعا ولكن كذلك لمصلحة إفريقيا ومصلحة الأفارقة ولتحقيق هذه المقاربة المغربية التي دخلت إلى معجمنا يعني العام وهو مقاربة رابح رابح يعني المغرب يعني يقوم بمجهود كبير داخل إفريقيا خصوصا وأن إفريقيا كما هو معلوم فهي غنية جدا بالعديد من المعادين هناك كذلك حتى العنصر البشري يعني موجود متوفر يد العاملة متوفرة هذا جعل أعداء ما يسمى التنمية يدخلون إلى إفريقيا وهو الإرهاب يعني المنظمات الإرهابية المغرب احتضنا العديد من اللقاءات فيما يخص محاربة الإرهاب مؤتمر مراكش لمحاربة داعش هذا يدخل في إثار استراتيجية متنوعة استراتيجية ضمان أولا الأمن لإفريقيا كذلك ضمان التنمية لإفريقيا ضمان وحدة إفريقيا ضمان مستقبل ظاهر لإفريقيا في إطار دائما سياسة رابح وهذا هو ما يدعو إليه المغرب يعني التنمية الأمن والاستقرار داخل إفريقيا هذه الثلاثية ربما من المهم أن تتحقق في إفريقيا التنمية الأمن والاستقرار نعم لما نتحدث أولا عن التنمية فلاحظنا أن جلالة المالك مؤخرا قام بالعديد من الخطوات على المستوى الاقتصادي خصوصا الاقتصاد الفلاحي يعني الدعم الفلاح الإفريقي بالعديد من المواد الأسمدة كذلك هناك مجال أخر فيما يخص استغلال العنصر البشري محاربة الهجرة المغرب يحتضن الآن مركز محاربة الهجرة الذي أقره الاتحاد الأفريقي الهجرة غير الشرعية طبعا الشرعية بطبيعة الحال الهجرة غير الشرعية من أجل التحدث عن مرصد الهجرة الأمور المغرب فيما يخص محاربة الإرهاب الآن الإفريقية تستفيد من التجربة المغربية كما تستفاد من قبل الإتحاد الأوروبي دول الإتحاد الأوروبي المغرب الآن يقوم بتكوين العديد من القوات الإفريقية هنا في المغرب وكذلك في إفريقيا من أجل محاربة الإرهاب هذا كله يدخل في إطار استراتيجية كما قلنا ضمان الأمن والسلام والتنمية لهذه البلدان الإفريقية في إطار شاركة لا ننسى جانب مهم كذلك فيما يخص الأمن الروحي لإفريقيا إلا أن الآن المغرب يقوم بدور فعال في هذا الجانب من أجل ثبات أولا كذلك الأمن الروحي في مجال آخر وهو الاعتدال هذا المغرب وهذه القيم المغربية قيم التدين المغربي نريد أن نختم ربما بالحضور المغربي في إفريقيا الحضور الاقتصادي وربما خبرنا الأخير وهو الخطوط الملكية المغربية كما ورد في الخبر تطمح للتموقع كشركة نقل عالمية في أفق العام 2037 طبعا لا بد أن تمر عبر إفريقيا حضور الناقل الوطني الجوي في إفريقيا هو حضور ملموس وغير مسبوق ربما كذلك يا رب أكيد الخطوط الملكية المغربية متواجدة في إفريقيا متواجدة بقوة وبكثرة يعني عدد الخطوط التي تربط بين مغرب الدول الإفريقية هو عدد كبير وطموح الشركة اليوم أن تتموقع ما بين الشركات العالمية وبالمناسبة يجب أن نذكر بأنه في ضرف السنة الخطوط الملكية المغربية يعني كسبت 14 المرتبة 14 المرتبة في ترتيب العالمي 14 مركز في ترتيب العالمي في الضرف السنة وهذا شيء إيجابي يجب استكمال المسار يعني بنفس القوة وهو الموضوع الذي كان موضوع الاتفاقي التي تم توقعها ما بين الشركة والحكومة المغربية يجب أن لا ننسى هنا أن المغرب له طموح اليوم المغربي يسعى إلى تنظيم كأس العالم 2030 هناك حدود كبيرة بأن المغرب سيستضف برفقة إسبانيا والبرتغال هناك طموح سياحي تم إعلان سابقا من طرف وزارة السياحة بأن المغربي يسعى إلى استقطاب 30 مليون سائح في أفوق 2030 كل هذا لا يمكن أن يتحقق إذا لم يتوفر المغرب على شركة الخطوط للطيران تقدم خدمات في المستوى ويمكنها منافسة الشركة الكبرى العالمية وبالتالي هذا هو الهدف البعد الإفريقي متواجد لكنه ليس بتجديد الخطوط المغربية متواجدة الأفق العالمي الأفق العالمي ولكن كذلك داخلي سيتم تنويع الخطوط الداخلية هذا خبر جميل جدا لأن المدير العام للشركة أعلن أن الشركة ستخلق أكثر من 40 خط جديد داخل المغرب وأظن أن هذا يأتي في تار سياسة مندمجة ما بين الحكومة والشركة لترويج الوجهات المغربية الرئيس المدير العام للشركة الخطوط الملكية المغربية قال يعني أن الشركة ستقوم بربط أفضل بين مدن المملكة لتشجيع السياحة الداخلية بفضل رحلات جديدة انطلاقا من الدار البيضاء الرباط أقادير وخطوط جوية متداخلة جديدة تربط بين فاس والناظور ووجدة وقلميم والعيون والدخلة ربما هذا الجديد كذلك ومهم سينعش السياحة الداخلية كان من المهم جدا أن تتعزز الخطوط الداخلية للناقل الجوي الوطني السياحة الدنبي صدري وبكل تأكيد بلد الفلاحة والسياحة والصناعة والملاحة يحتاج إلى سياسة جوية فاعلة والمملكة المغربية كان جالة الملك قد منذ بداية والعشر على إصلاح القطاع العميق للشركات والمقاورة العمية وكان هناك عقود برامج ما بين الحكومة وما بين الشركة الملكية الخطوط الجوية الملكية المغربية من أجل أن تكون فاعلة تجديد أسطل للطائرات مع جائحة كورونا لاحظنا كما قال السيخاليد يعني اليوم هذه السياسة التي نهجتها المغرب أتت أكلها وعوضت الخسائر التي كانت في كورونا وأن تتموقع كفاعل على مستوى الإفريقي ثم السياحة الداخلية هذه مسألة أساسية كان لابد من أن تكون هناك سياحة داخلية حقيقية والسياحة الداخلية الحقيقية يكون هناك خطوط جوية ما بين الجهات وهذه مسألة أساسية للرد الشامل الجنوب الشرق والغرب مع الأفريقاء مع أوروبا بتكلفة قليلة وبموارد إن شاء الله تكون أكبر وبالتالي هذه الاستراتيجية هي مهمة جدا من أجل من الطموح من الطموح المعبر عنه في هذا السياق هو تغطية مجمل القارة الإفريقية في هذا السياق الذي تحدثنا عنه طبعا سي عبدالهاديم زراري لكن ربما العنوان الكبير هو شركة نقل عالمية طموح كبير الأفق أو المدى الزمني هو 2037 طبعا نرجو صادقين أن يحدث ذلك في أقرب وقت لأن هذا كذلك واجهة من واجهات يعني قوة المغرب الناعمة وصورة الجميلة كذلك عبر العالم لأن الطيران في العالم كله وصراحة لا يمكن إلا أن نكون متفائلين بهذا الخصوص لماذا؟ أولا لأن شركة الطيران في العالم بأسره لا يمكن أن نقول الآن بأن في مرحلة التنافس لماذا؟ لأن شركة الطيران في العالم مرت بكوارث عظمى وكانت هناك كبريات شركات التي في أوروبا وفي أمريكا وأمريكا اللسينية عرفت الإفلس وهنا يجب أن نهب بكل صراحة بدور الدولة في إنعاش الشركة الخطوط الملكية المغربية واعتبارها عنوانا كما قتفضلتم لواجهة المغرب عنوان سياسي سياحي سيادي بهذا المعنى وبالتالي فشركة الخطوط الملكية المغربية وعلى غرار باقي الشركة التي سمضت بعد كوفيد بعد فترة الجائحة ورأينا كيف أن هذه الشركة قدمت يعني بتعليمات من جلالة الملك سهلة كبيرة للمواطن المغربية نعم فترة رفع الحجر الصحي في الوقت الذي كان أعتقد جميع مواطني العالم يعانون من صعوبة التنقل من بلد إلى الآخر وفي المرحلة الحالية نقول أنه بعد الخروج من هذه السحابة تقيلة والسوداء في الفضاء الدولي نحن يجب التذكير بأن المغرب في فترة من الفترات قبل بالفضاء المفتوح بسماء المفتوح وهذا كان له تأثير يعني الضريبة كبيرة ولكن المغرب أنه ولج هذه السوق للنقل الجوي الدولي يعني من بابه الواسع واستطاع أن يسمم وبالتالي أصبح مؤشيرا قوي على أن المغرب يمكن أن يكسب الريان في 2037 وتصبح شركة الخطوط الملكية المغربية من كبريات الشركات في العالم لماذا؟ لأنها الخطوط الجوية كما تفضل الأستاذ قبل قليل مرتبطة بمجموعة من العوامل الاقتصادية بالسياحة بالفلاحة بالاقتصاد بالصناعة بالحركية بجاذبية البلد المغرب أصبح قبلة للاستثمارات الدولية من جميع جهات العالم وأكثر من ذلك أصبح كما كان قول أنكارفوغ سباسيال ملتقى أيريان يعني ملتقى جوي للرحلات الجوية وبالتالي حتى أنه اللي يبغى من أوروبا يعبر إلى أمريكا اللاتينية ما بقى شكيرك من برتغال أو إسباني وأنه ما يدوز للدار البيضاء وكيمشي هذا يفتح أفقا واسعا يفتح أو يدفع إلى المزيد من الاشتغال الجاد وإلى المزيد من الانخراط لتحقيق هذا الهدف الكبير ونحن طبعا نطمح إلى تنظيم المونديال ونطمح إلى أن يصير لدينا شركة نقل جوي كالسعب الحافظ يعني في هذا الموضوع بالتقط ما يمكن إضافة على ما يعني تفضل به الأساسي ذا أن المغرب يذهب بخطة ثابتة نحو مراتب عليا ضمن مراتب الدول الأكثر تقدما المغرب لا يذهب لوحده وإنما يحاول جر قافلة معه وهي الدول الإفريقية يحاول المغرب تنمية هذه الدول لأن تنمية هذه الدول من تنمية المغرب والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي يعني تدخل في هذا الإطار وأي اتفاقيات مستقبلية سيكون لها وقع ليس فقط على المغرب وإنما على إفريقيا ودائما يعني بهذا النفس الإفريقي بانتماءه للقرى الإفريقي يحاول كما قلنا أن يترافع من أجل إفريقيا متضامنة من أجل إفريقيا مزدهرة من أجل إفريقيا يحظى يعني فيها المواطن الإفريقي بما يستحق من رخائن ورفا يمكن وصلنا نهاية الحلقة شكرا لكم ضيوفنا للكرام أستاذ عبدالبي صبري أستاذ عبدالحافظ زهري أستاذ خاليد أشيبان أستاذ عبدالهادي مزراري شكرا لكم جزيلا ضيوفنا الكرام شكرا مشاهدين في كل مكان على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم بكل هدوء الخبر الأدق والتحليل الأعماق نلتقي طبعا في الأسبوع المقبل إلى ذلكم الوقت طاب مساءكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر